واضح أنه الآن المعركة أصفحت معركة تحدي يعني أحد الطرفين يجب أن يثبت أنه إرادة التي تمشي يعني معركة إرادات، معركة كسر عظم ومن البداية قلنا أن هذه معركة النظام اختارها أن تكون معركة صفرية بمعنى أنه إما أنتم وإما نحن النظام هذا أدرك منذ فترة يعني بعد الانتفاضة وعندما تطورت الانتفاضة من مجرد مظاهرات إلى انتفاضة إلى ثورة حقيقية أدرك هذا النظام أنه سقف المطالب كبير جدا لا يمكن له أن يهضم ولا يمكن أن يلبيه وبالتالي هو يشتري الوقت ويكسب الوقت لكن حتى كسب الوقت عنده هي تقوم على القمع وعلى إسالة مزيد من الدماء عسى ولعل في تفكيره عسى ولعل أن يكف هؤلاء المتظاهرين ويعود بسبب هذه الإصابات وهذه المقتلة العظيمة ترجمة نانسي قنقر